مساء الخير والسعادة أهلا بكم أعزائي مشاهدي برنامج أنا والنجوم في حلقة جديدة من برنامج أنا والنجوم دايما زي ما اتفقنا إن كل واحد نجم في مجاله حلقتنا النهاردة مختلفة جدا عن كل الحلقات اللي فاتت حلقتنا النهاردة تهم كل الشباب والبنات وكل مستخدم السوشيال ميديا ومعنا ضفنا الأستاذ زكريا محمد مستشار قانوني ودكتراف القانون أهلا بك يا أستاذ زكريا أهلا بحضرتك أستاذ كريستينا وأحب أرحب بالسادة الديوف مشاهدينك الأعزائي أهلا بسيادة أهلا وسهلا بحضرتك في بداية حلقتنا عايزين نتكلم النهاردة عن الجرائم الإلكترونية إيه هي تعريف الجرائم الإلكترونية بص بسم الله الرحمن الرحيم خلينا أقول لسيادتك بداية الإنترنت عموما نعمة أنعم بيها ربنا علينا فيأما نستخدم هذه النعمة ونحسن استخدامها أو في أشخاص كتير جدا بيسيئوا استخدام الإنترنت تمام خلينا أقول لسيادتك أن ما فيش تعريف معين للجريمة الإلكترونية طبعا هناك تعريفات كثيرة جدا تختلف من دولة لدولة بل من فرض لفرض ومن منظمة لمنظمة ومن اتفاقية معينة على هذه الجريمة لاتفاقية أخرى فما فيش تعريف أصبح يعرف الجريمة الإلكترونية عموما إلا هو تعريف شامل وهو أن احنا ممكن نقول أن الجريمة الإلكترونية هي الجريمة التي تستخدم التكنولوجيا بشكل كبير جدا مثلا زي جريمة الدخول الغير مشروع زي جريمة الابتزاز الإلكتروني النصب الإلكتروني السب والقصف عبر وسائل الإتصالات والإنترنت طيب ما هي أكثر الجرائم التي تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي كلها مش بس الفيسبوك أو السوش يعني عمتا في السوشيال ميديا بصة فانديم أقول لسيادتك على حاجة هو عموما هنتكلم بشكل عالمي أكتر جريمة إلكترونية على مستوى العالم هي جريمة القرصنة الإلكترونية أو ما يسمونه بالهاكر أو الهاكينج دي طبعا أكتر جريمة ظهرت في الأولى الأخيرة وهي جريمة القرصنة الإلكترونية تمام القرصنة الإلكترونية وفي أيضا هناك جرائم أخرى زي الابتزاز الإلكتروني زي النصب الإلكتروني وطبعا معظمنا شايف الفترة الأخيرة زي السب والقصف ودي أكتر جريمة موجودة في مصر هنا جريمة السب والقصف شفنا برضو أمثلة كتير جدا على شاشات التلفزيون على سوشيال ميديا الفترة الأخيرة وشخصيات مشهورة جدا وقعت في مثل هذه الجرائم الفترة الأخيرة جريمة التشهير السب والقصف دي أكتر جرائم عموما موجودة هنا في مصر وبنواجهها في المحاكم طبعا عايز أقول لسيادتك أن النهاردة الواحد بيبقى مثلا كلنا معنا تليفون وكلنا معنا بنستخدم الإنترنت النهاردة الواحد ممكن يكون موجود مثلا في بيته قاعد في بيته في أمان ربنا وبيفتح بيتصفح الإنترنت وبتاع فشاف بوست أو شاف صفحة أحد الأشخاص ما عجبهوش طيب لا والله ده أنت مثلا ابن كذا مش هنقول ألفاظ ده أنت مثلا كذا ده أنت لا مش عارف إيه وهو بتلاقي نفسك متهم بجريمة اقتصادية أو متهم بجريمة صب وقصف عن طريق وسائل الاتصالات أو وسائل الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أيكم من تبقى قاعد فاتح الشات مثلا فتبعت لصحبك الأولى اللي في شريعكم ده وتبعت له كذا من كذا هو بتلاقي نفسك متهم في جريمة اقتصادية صب وقصف في جريمة صب وقصف اقتصادية تنزل الدم حكام اقتصادية على طول لو مثلا العامل الأكاونت ده فيك وشتم في زميله أو مش زميله أو حد يعرفه بس هو عامل أكاونت فيك ودخل شتمه عليه هل لي عقوبة ولا ايه النظام بالنسبة لي بالطبع بالكاد لي عقوبة وانا عايزة أقول لسيادتك أن أساسا معظم الناس اللي بتخش تشتم على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا عموما وعلى الانترنت الناس دي أصلا بتبقى عاملة أكاونتات مش معروفة مش زي مثلا شخصية مشهورة محامي أو طبيب أو مهندس أو استشاري لأي حاجة يعني فيه لسي ما بتبقاش معروفة فيه شخصيات كتير جدا ما بتبقاش معروفة بيعمل أكاونت فيك مثلا أو أكاونت مصطنع بيخش يشتم شخصيات معروفة أو بيخش يشتم شخص معين يخطف عرضه يسيبه ويقذف هذا الشخص فبالطبع لازم بيكون أكاونت مصطنع طب هل إحنا بنقدر نوصل للأكاونت المصطنع دوت مثلا في مباحث الانترنت أو إدارة مباحث الانترنت بتقدر آه دي النقطة اللي كنت عايزة آه بتقدر توصل للأكاونت بالضبط طبعا طبعا إدارة مباحث الانترنت وهي إدارة طبعا منشأة منذ نشأة هذا القانون عندنا تقنيات حديثة جدا وتكنولوجية جدا بتقدر توصل لجميع الأكاونتات المصطنعة أو هذه الأكاونتات أو الحسابات المصطنعة تبقى لإيه؟ تبقى طبعا أنا عندي حاجة تكنولوجية أو تقنية ما في مباحث الانترنت بتقدر توصلني الحساب ده من الشخص اللي فتحه مفتوح عبر هاتف رقمه كام مفتوح من أنهي منطقة بالزبط من بيت رقم كام من عقار رقم كام طبعا عندنا التقنيات دي موجودة في مصر بيحط لي كل البيانات دي في تفصيل أو في تقرير تفصيلي فني اللي هو ضابط اللي بتلقى البلاغ أو اللي بيبحث البلاغ بيحط لي التفصيلات دي كلها ومكان الشخص وكان ده كله بيتوصل لي عبر التقنيات طبعا وهو الموضوع مش متساب كده هجائر يعني طيب إيه عقوبة الشخص ده اللي عامل الأكاونت الفيك أو حتى الأكاونت حقيقي وداخل يشتم في حد يعرفه إيه عقوبة عقوبة السب والقص عموما بصي هقول لي سيادتك على حاجة طبعا جرائم اللي هي بتاعت الانترنت دي جرائم مستحدثة اللي هي الجرائم اللي عن طريق السوشال ميديا دي جرائم مستحدثة يعني حتى القانون بتاعها صدر في 2018 القانون الصدر اللي خاص بتنظيمها ووضع الضابط لها صدر في 2018 فقدر أقول لسيادتكم إن القوانين دي بتعاقب أو بتضبط هذه الأشخاص كنت تتك بتسألي فنرجع للسؤال تاني فقدر عقوبة الشخص المشرع وضع عقوبات شديدة وراضعة جدا للحد يعني يمكن العقوبات اللي وضعها المشرع في القانون رقم 175 لسنة 2018 مش سيئة العقوبات الجنح العادية اللي بنشوفها في القانون بتاعنا العادي لأن هذا يعني هذه الجرائم لها تشريع خاص عقوبات راضعة جدا طب ليه للحد من انتشار هذه الجرائم دلوقتي أنا عندي جريمة مستحدثة لو مش أحطي ليها عقوبة قوية وراضعة ترضع كل شخص يفكر أنه هو يقوم بارتكاب هذه الجريمة يبقى أنا حسيب الأمر كده كل الناس حسيب في بعضها ولذا كانت حكمة السيد المشرع أو الشارع المصري من وضع عقوبة راضعة الحد من انتشار هذه الجريمة أو هذا النوع من الجرائم وهي الجرائم الخاصة بالإنترنت أو التي ترتكب بواسطة التواصل الاجتماعي أو مواقع التواصل الاجتماعي فوضع اللي شرح لها عقوبة راضعة وشديدة إيه هي فندم العقوبة؟ تبدأ من سنتين إلى خمس سنوات يعني الحد الأقصى للعقوبة خمس سنوات ولا جريمة الأكل بالضبط آه يعني عندنا جنح عادية ما فيش يعني ما بتوصلش ما بتعديش ثلاث سنين وكده كده عقوبة أقصى عقوبة في الجنح العادية الجنح العادية ثلاث سنين ولكن النهاردة عشان هي دي جنح اقتصادية لكن النهاردة عشان المشرع يحط لي نص قانوني يقوم بتجريم فعل ما أو سلوك ما أو جريمة ما تحدث عبر دوقات وهي كده كده في الآخر جنحة ويحط ليها العقوبة الأشد خمس سنين إذن هو يريد أن يمنع من انتشار هذه الجرائم ويضع لها عقوبة راضعة طب في عقوبة تانية اللي هي إيه؟ ووضع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين يعني يحط الغرامة يحط الحس يحط الاجتماع بعض بس ده كتير قوي بس حقيقي هو فعلا اللي بيعمل كده يستحقوا أكتر من كده كمان بنات كتير بتتعرض لنينزلوها صور نيعملوا هاكر للموبايل بتاعها وينزل لها صور على الأكاونتات بتكون بلا قصد أو في بنات برضو بيبقى واخدها شوية كده آية كان إيه اللي حاصل فبينزل لها صور بلا قصد استفزاز شتايم بينزل لها حاجات كتير جدا من سمعتها ومن حياتها فعلا بتدمرها نفسيا أكتر من العقوبة أيا كان دلوقتي هيبقى في حد يا إمتا هتتسجن يا هتدفع فلوس ففي الحالتين الشخص ده هيحترم نفسه أكيد بالنسبة 100% العقوبة اللي وضعها المشرع المصري عقوبة رادعة جدا لهذه الجرائم لأن الجرائم دي مش بتمد إحنا بالجرائم دي دلوقتي بنلاقيها في الشارع المصري كله النهاردة بيلمس الجريمة الإلكترونية طيب إيه الإجراءات المتبعة لو حد حصله بتزاز إلكتروني يعمل إيه؟ هقول لسيادتكم على حاجة ويعني بناشد السادة المشاهدين أن هم يركزوا معايا في الجزئة دي جدا هتستفادوا جدا من الجزئة دي سيادتك دلوقتي قاعد على الإنترنت نزلت بوسط ما أو صورة ما دخل شخص علقلك عليها بتعليق موسيق تناول بهذا التعليق من شرفك أو سمأت سيادتك أو شرف العائلة أو شتمك أو سبك على الصورة نزلتها بعتلك سي مثلا على الشات اللي مبينك ومبينه الرسائل النصية بعتلك عليها شتايم أو سب أو قصف أو تشهير بصورة ما وما إلى ذلك إيه الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات؟ بداية أول حاجة سيادتك هتاخد لقطة للشاشة أو ما يدعونه بالسكرين شوت يمكن أنا بالسكرين شوت معادي كل الناس تقول دلوقتي بالضبط هتاخد سكرين شوت للشاشة دي وعلى طول تتوجه طبعا مباحث الإنترنت دي إدارة بتكون موجودة بمدورية الأمن اللي سيادتك تابع لها سيادتك من إسكندرية هتروح مدورية أمن إسكندرية سيادتك من القاهرة هتروح مدورية أمن القاهرة مدورية أمن الجيزة أيما كانت المدورية اللي سيادتك تابع لها وهناك في هذه المدورية قسم أو إدارة تسمى إدارة مباحث الإنترنت تمام؟ هتطلع الإدارة هيتلقى من سيادتك ضابط مباحث الإنترنت هيتلقى البلاغ من سيادتك وحيبحث البلاغ حيبتدي يفتح الأكاونتها بتاع سيادتك عنده على جهاز خاص بالمباحث الانترنت يبتدي يشوف التكنيات الشخص ده قاعد فين الشخص ده بيعمل ايه كلام ده كله طبعا انا مش عايز اخدكم للاجراء بالزبط انا عايز بس ايه المشاهدين تعرف اه الشخص اللي حصل معاك كده بالزبط المشاهدين بتعمل ايه عشان يعني تتخذ الاجراء الصحيح في حيال هذه السلوك المجرم او هذا السلوك المجرم فسيادتك هتبلغ في مباحث او في ادارة مباحث الانترنت هيتلقى من سيادتك الضابط هذا البلاغ هيكتب التقرير الفني هيحط اللقاطات والجريمة بالزبط هيحط الشتائم اللي حددك الشتامتها في تقرير فني مفصل وبعد كده بيديها رقم صادر للقسم اللي سيادتك تابع ليه الاسم اللي سيادتك تابع ليه بعد كده بيبعت هذه الدعوة للنيابة العامة النيابة العامة غير مختصة بالنظر في هذه الدعوة تعمل تبعاتها للنيابة المختصة طب ايه هي النيابة المختصة بالنظر في هذا السلوك المجرم هي نيابة الشؤون المالية والتجارية وبعد كنيابة الشؤون المالية والتجارية بتعمل تحريات مرة اخرى وبيتم عرض هذا المحضر امام سيد وكيل النائب العام وبعد كده سيد وكيل النائب العام بيقدم الدعوة او القضية لجلسة في المحكمة الاتصادية إذن المختص بنظر هذه الدعوة من النيابة هي نيابة الشؤون المالية والتجارية ومن القضاء هي المحكمة الاقتصادية ليه عايزة نوع من القضايا بيخص المحاكم الاقتصادية مش المحاكم العادية أنا شايفة أنها ممكن تتحكم أي محكمة تانية ليه بالأخص المحاكم الاقتصادية بصي أنا هقول لسيادتك على حاجة يمكن يعني مش كتير من الناس تعرف الجريمة أو الجريمة الاقتصادية عموما أو جريمة الجرامة اللي بتحصل عبر وسائل الانترنت عموما لها طابع خاص يعني مستحدثة نقدر نقول أن هي ظهرت من 2015-2016 بدأ كتير جدا من الناس تستخدم الانترنت بدأ مع هذا الاستخدام الكثير بدأ هناك يعني جرام كتير تحصل ففي هذه الحالة أصبحت الجريمة مستحدثة فلها طابع خاص يعني إدارة خاصة تحتاج لشخص خاص مثلا حد متخصص أكثر في المجال ده عشان يقدر ياخد الإجراء المناسب بهذه القضاءة المصري كله يعني مختص بنظر أي دعوة قضائية أي مكان نوعها يعني ولكن هناك اختصاصات زي المدني والجنائي ودائرة مدنية دائرة جنائية كل حاجة لها تخصصات كل ملم بكل حاجة بس لها تخصصات فهذه الجرائم عموما لها طابع خاص ولها يعني نظرة خاصة كده ولها تقارير أو تقارير فنية مفصلة يفصل فيها على حدة من دائرة مختصة بالمحكمة الموجودة بالمحكمة الاقتصادية وعلى فكرة يعني أحب أناشي التاني السادة المشاهدين والمواطنين عمدا أن الجرائم دي شدد المشرع فيها العقوبة يعني بطريقة راضعة بحيث أن أي شخص يا جماعة نخلي بالنا إحنا النهاردة مش طالعين نقول قانونية الجرائم وعدم قانونية لا أنا بتكلم أن نخلي بالنا أنت النهاردة يعني ممكن تكون غير مدرك وإنت بتكتب حاجة على الإنترنت بتبعت لصحبك حتى عن طريق الزار ولو هو ممكن يستخدمها بطريقة تانية ممكن تكون بتبعت لحد صحبك مثلا رسالة بتشتمو فيها أو رسالة بتتلفظ لفظ معين أو بتخوت في شرفك أو كلام من دوت تلاقي نفسك تاني يوم معمولك قضيت أنا بحث إنترنته وعلى فكرة أنا عايزة أقول لسادة المشاهدين طبعا أنا مفعش أقول الكلام دوت ولكن عايزة أقول لسادة المشاهدين أن طبيقة الجرائم دي أنا كمحامل لما أجت رافع فيها واجه صعوبات شديدة جدا يعني هي فيها مرافع وكل حاجة ولكن يعني واجه طب إيه الصعوبات اللي حضرتك بتواجهها في كده يعني واحد مثلا شاتم واحد وجاب سكرينشوت وعايزة ترفع عن قضية دي أنا كمحامي إيه الصعوبة في كده أنا كمحامي عن المتهم طبعا بواجه الصعوبة طبعا لازم بواجه الصعوبة لأن التقارير الفني المفصل اللي بيعمله الضابط السادة الضابط مأمول الضابط القضاء اللي هو موجود في محسة الإنترنت ما هواش يعني تقارير يعني مش تقارير مكتوب مش حاجة وقلاصي مش تقارير مكتوب كده بطريقة مكتبية لأ ده في سكرينشوت وفي إثباتات فنية بواسطة تقنيات حديثة جدا جابت إن الشخص دوت فعلا شتم جابت إن الشخص دوت هو اللي كان مستخدم جابت الشخص دوت هو وهو وهو فلأ واجه صعوبة شديدة جدا حينما أترفع في هذا النوع من القضايا بل يمكن أقول لسيادتك إن أنا يعني من داعمي في هذا النوع من القضايا من داعمي في فكرة التصالح إن الشخص اللي شتم أو الخاطف في العرض لا بس أنا أعترض مع حضرتك في النقطة دي جدا يعني أنا مثلا عندي بنت أو أنا شخصية مثلا واحد خد صورتي ونزلها على الأكاونت عنده وكاتب كلام مش كويس أنا أسامه في كده إزاي دي بقى شيء يرجع لسيادتك أو يعني أنا صراحة أنا أعترض في كده جدا أنا بناشد المتهم بتاعي أنا يعني بحط له أول خط لي بقول له يا ابني خلي بالك أنت القضية دي ما هيش قضية بسيطة لا خلي بالك عندك واحد نين تتربعه في تقنيات وفي حاجات وقضية يعني بنقوله عليها ثابتة فاش كلام يمكن أنا مش عايز طيب ليس بتنجاح القضية لزي كده تقريبا كم في المئة لو اعتمدت على المرافعة طبعا عشرة في المئة لاتتخطى العشرة في المئة مكسب عشرة في المئة؟ طبعا بديل بديل تاخد وقت طويل طيب ولا؟ آآ طبعا بصة يعني أنا مرضتش في السؤال بتاع النيابة المختصة أو يعمل إيه الإجراءات ومشي الإجراءات مرضتش أطول على مشاهد فيه لأن عايز أقول سيادتك دي لفة كبيرة جدا يعني ممكن يقعد سنة لما ينزل المحضر ولكن لما ينزل بتبع عقوبته شديدة جدا فاش كلام بس أنا شخصيا شايفة نسبة التصالح أنا مرضاش بها للأمانة ممكن سيادتكم شفتم برضو في الفترة في الأوانة الأخيرة كان فيه قضية معروضة على بساطة البحث في المحاكم وفي قارقة المحاكم يمكن الشعب المصري كله هلاوي وزملكاوي كانوا متابعين القضية دي وهي يعني قضية المسشر أستاذنا طبعا المسشر مرتضى منصور القضية بتاعته والقضية بتاعته مع الكابتل الخطيب وطبعا يعني كان طبعا فيه سبه يمكن دي اعتبر مثال كان فيه سبه وقصف عبر وسائل الامترنتة طبعا ويمكن شفنا كانت نسبة النجاح فيها دائلة جدا لغم انه وصل للنقد وحتى عمل فيها نقد ولكن النقد طبعا ترفض وتأيد مدة لحبس الشهر فيعني يمكن دوة أدق مثال لاني أقول نسبه القصف طبعا أدق مثال ان العقوبة دي ما فيهش حقيقي أنا شخصيا بعترض جدا مع اللي يقوله طب روح تصالح طب روح شوف الشخص ده وممكن أصلا يبقى شخص من مكان بعيد خالص بس عارف الناس اللي في الممطقة يعني أنا شخصيا وجهت مشكلة زي دي بس مش معاي أنا يعني أنا شفت حد كان بينزل صور اسكرينات كلام فيه كلام حصل وفيه كلام ما حصلش للأمانة بس فضل ينزل حاجات ويهدد وهقتل وهعمل وحاجات كتير جدا وفي الآخر ما حصلش حاجة يعني أنا شخصيا ما كنتش معاه نقطة إن الشخص ده يتصالح مع ده هو الشخص اللي هو مجني عليه ده ما وصلش للجاني ما وصلش للشخص اللي بيسبه ولا بيعمل الحاجات دي ولكن أنا شخصيا لو وصلت لي أنا لازم أن ياخد حقه يمكن الشخص دوت ما أخذش الإجراءات المتابعة أو الإجراءات ممكن يكون راح عمل محضر في اسم الشرطة العادي وطبعا دوت مش تقليل من اسم الشرطة العادي ولكن هو النهاردة هقول لي سيادتك على حاجة المشرع وضع القانون بتاع الجريمة الإلكترونية ده في سنة كاف سنة 2018 طبعا اسم الشرطة عندنا فوش تقنيات أو فوش وفوش أنت بتروح تعمل المحضر بتاعك عادي جدا بيروح النيابة يعني هقول لي سيادتكم على حاجة احنا كنا بنعمل قبل طبعا غير الجرام الإلكترونية كنا بنعمل مثلا محضر السب والقصف فلان دوت شتم فلان فيجري فلان يروح يعمل محضر سب وقصف في الاسم فلان قال لي كذا علان قال لي كذا ويقول الكلام ده في الاسم بتاع الشرطة واسم الشرطة بدوره المنوت به السلطة التنفيذية طبعا يبعد المحضر دوت للنيابة العامة فالنيابة العامة بدورها ما عنديش دليل في الدعوة هعمل ايه؟ ما عنديش دليل في الدعوة هحفظ القضية فكان بيلاقة أو بتلاقة محاضر السب والقصف قديما وما زالت الليابة بتتخذ عن طريق اسم الشرطة ما زالت تلاقي في النيابة العامة الحفظ لعدم كفاية الدليل أو لعدم وجود دليل أو لأي أمر آخر يعني من أوامر الحفظ في النيابة العامة طب هل الفويس أو السكرينشوت ده كافي إن هو يكون إثبات لهذه الجريمة ولا ده غير كافي؟ أه طبعا هو الفويس أبصي التسجيلات يعني أنا ممكن أسترسل في قصة التسجيلات دي يعني الناس فيه برضو معلومة أقولها للمشاهدين بره عن الجريمة هي تعتبر في الجريمة الدكترونية عايز أقول لي سيادتك إن النهاردة مش لازم تروح تاخد إذن نيابة اشان تسجل لحد بيشتمك أو كده لأ كان زمان يقولك لأ ده التسجيل دوت طالما مش بإذن نيابة ما ينفعش مين اللي قال لي سيادتك؟ لأ النهاردة أنا بقول لي سيادتك التسجيل لو سيادتك سجلت لحد ما لشخص ما بيشتمك لشخص ما بيخود في عرضك لشخص ما بيبتزك لشخص ما بينصب عليك وسجلت له التسجيل دوت سيادتك ممكن تروح تطلب من النيابة تفريغه وبيتفرغ وبيكون دليل قوي في القضية أو على وجه الاستدلال حتى دليل تقتنع بالنيابة أو تقتنع بالمحكمة التسجيل ده النهاردة دليل دليل أو استدلال يستدل بيه في الدعوة أصليمت النهاردة سيادتك؟ انا هقول لحضراتكم حاجة انت النهاردة في حد بيكلمك في التليفون وكلمة هاتفية فبيشتمك فانت هتقول له لا استنى روح اجيب اذن نيابة وبقى اشتمني تاني استحالة مطلقة او ما انا كنت لست اقول له حضرتك يعني انا نتمنى روح اجيب من النيابة اذن ان هسجل للشخص اللي بيشتمني تما هي الشتيمة دي فوقت معين لا ده غير ان اساسا سيادتك هتلاقي عقوبة شديدة يعني هتلاقي شيء صعب جدا فانك تاخد تستصدير اذن من النيابة العامة اصلا خلينا ارجع تاني للجريمة الالكترونية واقول لسيادتك ان القانون بتاع الجريمة الالكترونية دي باعتبر ان الجريمة دي مستحدثة فكنت بقول لسيادتك ان السب والقصف العادي كان بينزل ويتحفظ لا النهاردة لما يبقى عن طريق الانترنت او كده او فيه اثباتات او فيه دلالة فنية لا النهاردة بيتم اثباته والمحضر بتاعه بيمشي وليه عقوبة رضعة وعايز برضو حتى لقى انسى يعني ان القانون الخاص بتنظيم هذه الجريمة او هذا السلوك الشائن المجرم تبقى للشرع المصري يعني رقم 175 لسنة 2018 المادة 27 منه تحدثت عن العقوبة الشديدة والراضعة التي وضعها مشرع لهذا السلوك المشيد فاصل صغير ونرجع لكم تاني وارجعنا لكم بعد الفاصل هناخد نصيحة صغيرة من أساس زكريا عايزين ننصح الشباب والبنات ان يعملوا ايه عشان يحدموا الموضوع اللي بتزاد الالكتروني والسب والكصف والحاجات دي يمكن زي ما قلنا في بداية الحلقة انا قلت لحضراتكم انت معاككم بلا موقوطة في ايدك كلنا النهاردة معنا هذا الجهاز الصغير التليفون المحمول كلنا بنستخدم الانترنت عايز اقول لي سيادتك انت معاك حاجة نعمة كبيرة جدا ممكن تستخدمها في شغلك ممكن تستخدمها انك تعلم من مركزك من مكانتك وسط الناس اللي حواليك ممكن تستخدمها في حاجات كتيرة جدا كويسة ليه تستخدم الحاجة دي في انك تسيق لنفسك لانك الاول لما بتشتم حد او بتبعت لحد رسائل مش كويسة على السوشال ميديا حضرتك بتسيق لنفسك قبل ان تسيق للناس فانا اتمنى ان الناس ترشد استغلال هذه النعمة التي حابانا بيها الله وهي نعمة الانترنت دي نعمة كويسة جدا للناس فاستغلوها في شيء كويس بشكر السادة المشاهدين حلقة جديدة ومهمة جدا ونخلي بالنا من بناتنا وأولادنا وبشكركم لحظة نستمعكم